ولمتابعة آخر تطورات الأوضاع في فلسطين في ظل استمرار التبادل الأسرى والمحتجزين ومحاولات الاحتلال لإفشالها ينضم إلينا عبر سكاك من اسطنبول عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني الأستاذ بشار شربي مساء الخير مساء الخير حياك الله أهلا بكم ومن طول كرم الصحفي الفلسطيني الأستاذ معين شديد مرحبا بكم معنا تحياتي مساء الخير لك ولي ضيفك وللجمهور الكريم أهلا بكم نبدأ مع الأستاذ بشار الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن مقتل مزارع وإصابة آخر برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة هل تعتقد أن الاحتلال يريد بين قوسين إفشال هذه الهدنة خصوصا بعد إزمة يوم أمس يعني الاحتلال الصهيوني وصل إلى الهدنة مرغما بصورة أو بأخرى بضغط داخلي متعلق بأهالي المحتجزين في قطاع غزة وبضغط آخر ميداني متعلق بالفشل لتحقيق الأهداف التي أعلنها أو جزء منها حتى باستثناء التدمير والقتل والإجرام وبضغط خارجي مرتبط بالحكومات التي شهدت مظاهرات حاشدة خاصة في العواصم الأساسية التي داعمها للكيان الصهيوني ومتبنية هذه الحرب في واشنطن ولندن وبرلين ومدريد وغيرها إذن هو ذهب ليس من وساع كما نقول ولكن هو ذهب في حالة اضطرار الآن هذه حالة الاضطرار لا تنفي أن الاحتلال لا يفي أساسا بتعهداته ولا يلتزم بعهده على الإطلاق وإنما هو يحاول باستمرار أن يقلص ما يمكن أن يقدمه من تنازلات يحاول أن يتلاعب في المعطيات وأيضا يستبيح الدم الفلسطيني بشكل دائم لكن بكل الأحوال فإنما تم إنجازه في الأيام الماضية مع هذا اليوم يعني خلال ثلاث أيام من الهدنة الإنسانية وأقصد في ذلك الإفراج عن المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة لا يمكن للحكومة الصهيونية والقادة الصهاينة أن يستهينوا به ولا يمكن لهم أن يغامروا بضرب مسار الهدنة الإنسانية وما يترتب عليها من الإفراج عن المحتجزين لأن ذلك سيجعلهم يدفعون أثمانا باهظة إضافية نعم أستاذ معين هل تعتقد بالتوازي مع هذا الطرح أن فكرة تمديد الهدنة أصبحت ربما على المحك في ظل الانتهاكات والمماطلة ورغم الجهود القطرية في تل أبيب اليوم من أجل تمديد الهدنة والسعي إلى مدها أكثر تحياتي مرة أخرى حتى اللحظة هناك الكثير من الأنباء الإيجابية بخصوص تمديد الهدنة القائمة بين المقاومة الفلسطينية في غزة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي الآن بن يمين نتنياهو في هذه اللحظات وقبل اللحظات بدأ اجتماعا الكابينت الإسرائيلي وربما سيصدر قرار بخصوص تمديد الهدنة من عدمها هناك أيضا إشارات إيجابية وردت من غزة على لسان خليل الحي القيادة في حركة حماس تفيد هذه النباء بأن هناك إمكانية لهدنة جديدة استجابة لوساطات قطرية ومصرية وبالتأكيد بدعم أمريكي فأعتقد أن الأمور ستتجه إلى هدنة جديدة خاصة أنه أعلن أنه سيتم من خلال العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية أعلنت أنه سيتم إطلاق صراح عشر أسرع أو عشر من الأسرع في قطاع غزة لا ندري كيف ستكون الصيغة النهائية ربما الساعات القادمة ستحمل الكثير من التفاصيل بخصوص هذه الهدنة إن تم إقرارها سواء من حكومة الاحتلال أو من قبل المقاومة الفلسطينية لكن بشكل عام حتى اللحظة مؤشرات إيجابية رغم تهديدات قادة جيش الاحتلال رئيس أركان جيش الاحتلال هذا اليوم بأن إسرائيل مستعدة لاستمرار أو البدء بعملية عسكرية واستمرارها وتفعيلها من جديد بحق قطاع غزة رغم ذلك كل المؤشرات تشير إلى أن هناك نية لدى الطرفين لدراف الاحتلال وطرف المقاومة الفلسطينية في غزة بإطلاق من أجل هدنة لإطلاق صراح المزيد من الرحائل وهذا ما أكده أيضا الرئيس الأمريكي بايدن اليوم في الموضوع أشار إلى أن هناك جهود كبيرة من أجل التوصل إلى هدنة وربما هذه الهدنة خاصة فيما يتعلق بالأسرة لدى المقاومة الفلسطينية أي أسير يتم تحريره من هناك من غزة باتجاه دولة الاحتلال ربما يساهم في التخفيف من حالة الغضب الشعبي الإسرائيلي تجاه نتنياهو وماكينته العسكرية خاصة مطالبات كبيرة وشاهدنا بالأمس مظاهرات كبيرة جدا تطالب حكومة الاحتلال بالضغط من أجل إعادة الأسرة من القطاع غزة نعم أستاذ بشار رئيس أركان جيش الاحتلال يهدد بمواصلة الهجوم والعمليات البرية كيف تقرؤون مثل هذه التهديدات بالتزامن مع الانتهاكات والخروقات التي ذكرناها قبل قليل لهذه الهدنة المستمرة لأربعة أيام يعني هو الاحتلال مأزوم يعني إذا استمرت الهدنة وتم تمديدها ليومين أو أكثر أو أقل فهو في أزمة وإذا انتهت واستأنف الحرب العدوانية سيكون في أزمة ولذلك لكن هو الاحتلال يريد أن يخاطب جمهوره بشكل أساسي ويخاطب الجيش أيضا بأن المهمة لم تنتهي لأنها فعلا لم تحقق أهدافها وبالتالي هو يريد أن يبقي حالة التوتر العسكري في داخل المجتمع الصهيوني قائمة لا يريد أن تتراجع الأمور إلى حالة من تجاوز التوتر العسكري لأنه انكسار التوتر العسكري يعني صعوبة حقيقية فيما يتعلق باستئناف المعركة واستئناف الحرب والقصف وأحد هذه الجوانب التي تؤزم موقف الاحتلال هي العروض التي قدمتها المقاومة وهذه العروض بالمناسبة قديمة قبل الهدنة الإنسانية يعني في بداية الحرب المقاومة على أنها لا تريد الاحتفاظ بالمحتجزين وهي تسعى للإفراج عنهم بطريقة تضمن عفوا بظروف تضمن تنفيذ ذلك لكن نتنياهو ركب رأسه هو والعصابة المجرمة من حوله قال غانتس وغالانت وذهبت إلى محاولة أولا القيام بهذه الجرائم التي رأيها كل العالم ثانيا التأكيد بعنجهية وعنصرية فاشية أنه لا يمكن القبول بوقف إطلاق النار إلا بعد استعادة المحجزين وهو ما ثبت عكسه تماما لأنه لم يتم استعادة أي أحد من المحتجزين إلا بعد وقف إطلاق النار لذلك هذا الكلام هو شكل من أشكال الاستهلاك الذي يصدر عن نتنياهو يصدر عن غانتس يصدر عن غالانت هو شكل من أشكال الاستهلاك لحفظ ماء الوجه لأن الهجمة لأن هذه الحرب بعد خمسين يوم لم تنجز إلا الإجرام والدمار الذي حرض العالم كله قد الكيان الصهيوني ورأينا إحنا المشهد الأخير اليوم قبل ساعات أن شمال غزة التي تم حراثتها بإجرام غير مشهود منذ الحرب العالمية لا بل أظن أن معظم المدن التي تعرضت للقصف الحرب العالمية الثانية لم يصبها ما أصاب شمال قطاع غزة ومع ذلك خرجت المقاومة لسياراتها عليها شعار المقاومة والكتائب بالمقاومين بلباسهم الرسمي العسكري وقامت بتسليم بعض المحتجزين في شمال قطاع غزة هذا ما هذا يعني؟ يعني بكل بساطة أن كل الدعاءات المؤسسة العسكرية الصهيونية والحكومة بقيادة المجرم نتنياهو هي مجرد يعني كلام ليس له قيمة نعم كما ذكر الأستاذ بشار وأستاذ معين اليوم الدمار الذي شهدته مناطق قطاع غزة وكما قال المكتب العلامي أن جيش الاحتلال ألقى أربعين ألف طن من المتفجرات ورأينا الدمار الهائل في القطاع هل ترى أن المجتمع الدولي على نفس الموقف بعد واحد وخمسين يوم من القتل والتخريب الذي مرسته قوات الاحتلال بشتى أنواع التدمير؟ يعني التدمير الكبير جدا يعني ما كشفته الهدنة كشفت دمارا كبيرا لاحقا بالمباني بالبنية التحدية بالمساجد بالكنائس بالمستشفيات دمار مهول يعني لاحقا بقطاع غزة وأعتقد أن ذلك سيحتاج لسنوات طوال سواء من حيث نزالة الركام أو من حيث إعادة تأهيل البنية التحدية وإقامة محطات الدقية محطات الميام محطات السرط الصحي أمور كثيرة يعني الواقع صعب جدا في قطاع غزة المجتمع الدولي حتى اللحظة حقيقة لم يتحرك المجتمع الدولي كما صراحة يعني أقولها كما هو المجتمع الإسرائيلي المجتمع الإسرائيلي بشكل هام هو مع الحرب للعلم هو مع استمرار الحرب ولكن المظاهرات التي خرجت خرجت للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين فالجتمع الدولي دائما يسر وينادي ويطالب بتحييد المدنيين فهذه النقطة هم حقيقة بمعنى كامل هم مع الحرب فبالتالي عادة تأهيل هذه المناطق التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي لن تتمكن المقاومة الفلسطينية وإن كان النصر حليفها لن تتمكن من تحديدا حركة حماس لن تتمكن وحدها من عادة الإعمار لقطاع غزة فهي بحاجة للمجتمع الدولي ولدعم عربي وإسلامي وبحاجة ذلك لسنوات طويلة قادمة من أجل نتحدث عن 60% من المساكن في قطاع غزة دمرت ولم تعود صالحة للسكن فهذا المقدمون على فصل شتاء كان الله بعونهم في هذه الأيام هذا بعد قليل ستتأثر فلسطين من خوض جو عميق كان الله بعون منهما في القيام وفي مدارس الإيواء فبالتالي أعتقد أن المجتمع الدولي مطالب بأقصى سرعة من أجل إيقاف هذا العدوان حقيقة ومن ثم نبدأ بعملية إعمار صحيح قد تستاغل سنوات طويلة ولكن المطلوب السرعة في تأهين وإعادة إعمار قطاع غزة من أجل تمكن أبلاء القطاع من العيش بكرامة نعم أستاذ بشار ما تعد توقعاتكم لرد فعل المقاومة في ظل الانتهاكات سواء بقتل المزارع الفلسطيني وسط القطاع أو إصابة سبعة فلسطينيين في محيط المستشفى الأندنسي هل ممكن أن تتأثر يعني؟ يعني لا شك أن المقاومة تدير مشهد الهدنة الإنسانية مع التبادل الأسرة باحترافية عالية وهي تنظر إلى المشهد من زاوية الإنجازات الاستراتيجية الحقيقية في مشهد هذه الحرب العدوانية وهذا لا يمنعها على الإطلاق من أن تتخذ مواقف مباشرة وقد خبرها الاحتلال أمس عندما رفضت القيام بإتمام العملية بسبب مجموعة من الانتهاكات الصهيونية المرتبطة بجوهر التبادل وبجوهر وقف إطلاق النار أو الهدنة الأول متعلق بالأسرة بالمواصفات من حيث الأقدمية ومن حيث الأحكام بالنسبة للأطفال والنساء الأسرة التي تم الإفراج عنهم من قبل الاحتلال الصهيوني والثانية متعلقة بعمليات التحليق والطائرات الاستطلاع في مناطق جنوب رفاح وبالتالي المقاومة ما زالت تملك زماب المبادرة وهي قادرة على أن توقف في الموضوع وهي توصل رسائلها عبر الوسطاء بشكل واضح وصريح وهي تحقق بشكل خلال الثلاث أيام حققت في كل يوم تقدما ملحوظا في الأداء الميداني التنفيذ ولديها القدرة غدا وقبل تنفيذ عملية التبادل لديها القدرة أن تقول لن نستمر بسبب كذا وكذا وكذا وكما قلت لك الأزمة الحقيقية لدى الطرف الصهيوني صحيح أنه في طرف المقاومة يوجد الشعب الفلسطيني في غزة شعب غزة المقدام والبطل فهو لديه المعاناة الشديدة الكارثة الحالة التي لا تحتمل والمتنفس الذي حصل في الثلاث أيام الماضية وغدا إن شاء الله تعالى هو لا شك وهذا مكسب لحاضنة المقاومة التي أثبتت استمرار احتضانها المقاومة عبر ما رأيناه اليوم في مدينة غزة إلا أن هذا لن يدفع المقاومة إلا أن تسكت وترضى بكل ما يقوم به الاحتلال الصهيوني كل خرق من طرف الاحتلال الصهيوني وكل محاولة للخداع من طرف الاحتلال الصهيوني يتم التعامل معها ورصدها والتعامل معها ضمن مسار الوسطاء بما يحقق الهدف الذي رسمته المقاومة وبشكل واضح وتدفع الاحتلال الصهيوني نقاطا جسيمة فيما يتعلق بهذه المجريات ولنرى ماذا يجري في الضفة الاحتلال الصهيوني لم يحتمل تناول الحلوى في بيوت الأسيرات والأسرى الأطوال لم يحتمل أن أهليهم يستقلون يعني هو يعاني من انتصار حقيقي للمقاومة سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أيضا من خلال الأسرى والإفراج عنها نعم ولهذا ربما أستاذ معين استطلاعات الرأي في الكيان المحتل تكشف عن تدني أسهم نتنياهو وحكومته بالتالي ما توقعاتكم لرد فعل نتنياهو للخروج من هذه الأزمة هل الحرب هي ملاذه الوحيد من أجل أن ترتفع أسهمه مرة أخرى نتنياهو في مأزك حقيقي جراء الانتكاسات الكبيرة التي يتلقاها في قطاع غزة وجراء أيضا السمرار المقاومة في احتجاز عدد كبير من الإسرائيليين من بينهم عدد كبير أيضا من الأسكريين فبالتالي نتنياهو يدرك أنه في اليوم التالي لانتهاء الحرب سيبدأ كشف الحساب في الداخل الفلسطيني في دولة الإحتلال الكل يراقب الكل يسجل ما يجري فبالتالي هناك عملية مسائلة كبيرة ستكون وربما بدأت بالمناسبة هذه المسائلة عبر محطات التلفزة الإسرائيلية في كل ليلة عدد كبير من المحللين السياسيين يقومون بتحليل مجريات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فنتنياهو أعتقد أنه معني بإطالة الحرب لأنه يدرك أنه في اليوم التالي سيخضع للمسائلة ويدرك أنه أيضا سيقدم إلى المحكمة بتهمة الجرائم الفساد التي ارتكبتها وحاول تعطيلها عبر تغيير النظام القضائي فبالتالي هو معني باستمرار هذه الحرب لفترة أطول من أجل يعتقد أنه بإطالة هذه الحرب يعتقد أنه يمكن أن يسجل ولو إنجازا واحدا يتباهى به أمام المواطن الإسرائيلي بالمناسبة اليوم نتنياهو كان في قطاع غزة دخل أطراف من القطاع والتقى عدد من جنوده وتحدث بمطالب دولة الاحتلال وأكد أنه سيعمل على القضاء على حركة حماس وأيضا أكد على عودة المحتجزين في قطاع غزة وأيضا أكد أنه لن تكون هناك أي تهديدات مستقبلية من قطاع غزة باتجاه دولة الاحتلال فبالتالي هو معني باستمرار الحرب وربما قبل قليل جاء في أخبار عاجلة أنه خلال التصريحات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن إسرائيل سنتواصل الحرب لا أعتقد أن إنهاء الحرب بهذه الطريقة بالعقلية التي نعرفها عن بن يمين نتنياهو بعجرفته لن تنتهي الحرب بهذه الطريقة ربما ينتظر شيئا ما يحققه من أجل الخروج بمظهر المنتصر رغم الانتكاسات الكبيرة على كافة المستويات سوى السياسية أو العسكرية في دولة الاحتلال طيب أستاذ بشار على الصعيد الآخر حركة الجهاد علقت على ما يجري في الضفة الغربية ووصفته بأنه حرب إبادة وتنفيذ لمخطط التهجير القصري وتوسيع الاستيطان كذلك بداية كيف تقرؤون مثل هذا التصريح وتوقيته ربما في أجواء الهدنة يعني الإجراءات الصهيونية التي تتالت وتصاعدت خلال الفترة وقبل السابع من أكتوبر كلها تشير إلى أن الكيام الصهيوني يذهب باتجاهات حادة ومتطرفة فيما يتعلق بالتهويد والاستيطان وفيما يتعلق بالمسجد الأقصى وأساساً هو عنوان هذه المواجهة التي بادرت فيها المقاومة هي طوفان الأقصى كما نعلم وبالتالي فإن العنوان الأساسي هو مرتبط بالأقصى وترجمت هذه المواجهة البطولية التي بدأت فيها المقاومة ترجمتها أن العناوين التي تحاول الحكومة الأشد تطرفاً في الكيام الصهيوني أن تنجزها وأن تتقدم بخصوصها والقائمة على أساس الاستفراد في المسجد الأقصى ثم توسيع الاستيطان وتهويد كل ما شيء في الضفة الغربية ثالثاً تفريغ الأرض الفلسطينية من آهلها وهذا كان الكلام في الضفة الغربية أكثر مما هو في قطاع غزة كل هذه الأشياء تثير لدى الفلسطيني بشكل عام ولدى المقاومة بشكل خاص الانتباه الحاد واليقضى المطلقة باعتبار أن هذه الجولة يجب أن تنهي كل هذه العناصر مجتمعة وبشكل لا يجعلها من جديد مطروحة وبالتالي المقاومة أيضاً لديها رؤيتها فيما يتعلق بهذه الجولة والنتائج التي المنتظرة منها بعد كل هذه التضحيات وبعد كل هذا الصمود الذي كشفت عنه لقطاع غزة خلال 50 يوم ماضية أو أكثر طيب أستاذ معين في سؤال أخير هل تعتقدون في ذات السياق أن انتهاكات الاحتلال في الضفة يمكن أن تطلق شرارة حرب جديدة وتطفئ ربما فكرة الهدنة الحالية لنعلم الطفة الغربية تعيش نفس الحالة عن قطاع غزة ولو بشكل مصفر يعني يومياً هناك عمليات اكتحام واسعة جداً هذا اليوم كان هناك ثمانية شهداء في جنين وفي نابريس وفي غمالة كانت عمليات اكتحام لغالبية محافظات الطفة اعتقانات مداهمات لمنازل المواطنين عمليات تجريب راضي عمليات تدمير للبنية التحتية السيداف المواطنين فبالتالي الضفة الغربية ليست بعيدة عن قطاع غزة وأعتقد أن إسرائيل واهمة إن كانت تعتقد أنه القضاء على المقاومة في الضفة الغربية يمكن أن تنهي الحالة الفلسطينية أو القضية الفلسطينية إسرائيل واهمة في هذا الإطار بالمناسبة كلما سقط الشهيد في محافظات الدفة من الكتائب المسلحة بمختلف أدرعها تزداد أعداد المنتمين لهذه الكتائب المسلحة فأعتقد أن الأمور في الضفة الغربية يعني في ظل أيضاً عربتات كطعان المستوطنين والانتهاكات الإسرائيلية في الكدس المحتلة وفي المسجد الأقصى والسمرار عمليات الاقتعام ليس مستمداً أن تفجل الأوضاع من جديد سواء خلال فترة العدوان على غزة أو في مرحلة ناحقة الأمور في الضفة الغربية يعني على برميل ساخن عمليات القتل متواصلة على مدار الساعة نتحدث عن أكثر من 220 شهيد سقطوا منذ بداية هذا العام ومنذ سنة أكتوبر أيضاً شهداء كثر سقطوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي وعمليات كما ذكرت الاقتحامات والمداهمات والمشروع الاستيطاني الإسرائيلي يمكن أن تفجل الأوضاع اللي لا يمكن السيطرة عليها نشكركم من طول كارم الصحفي الفلسطيني الأستاذ معين شديد شكراً لكم ومن اسطنبول عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني الأستاذ بشار شلبي شكراً جزيلاً لحضوركم معنا شكراً شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم